مرحبا وصفتنا لليوم هي الشعيبيات بصلق اللي انا كتير بحبها واللي هي نوع من المقبلات الباردة بتلقوها على كل الصفر اللبنانية خليكم معي لنتابع خطوات العجينة والحشوة سوا للعجينة عنا طحين خميرة ملاح سكر زيت زيتوم مي دافي وما تحطوا مي صخنة بتقتلوا الخميرة منعجنة كتير منيح لحتى تتسبك ببعضها ومنغطيها لحتى ترتاح اما الحشوة فهي عبارة عن صلق مقطع مخصول كتير منيح مرشوش على مرح مفروك ومعصور كمان نحط على الزيت بصل اخضر بصل يابس رش من المرح لش من الحر ومنضيفه على دبس الرمان اللي هو شغل الضيعة يعني عن جد كتير طيب صدقوني هاي دي قطيب حشوة لقطيب شعيبيات تعملوها بحياتكم ريحنا العجينة هون ساعة انا ريحتها تتركتها ترتاح بمنطقة ضيفية طبعا كنت مغطيتها وهون عنا العجينة كل ما ريحتوها كل ما عطتنا نتيجة افضل طبعا هيدا الشي بيرجع لنوع الطحين ونوع الخمير اللي انتو عم تستعملوها رشينا الطحين او فينا نستبدل الطحين بالزيت كمان الرأسناهون كتير صغير وكمان ريحناهم من نصف ساعة لتلات ترباع الساعة تقريبا قبل ما نشتغل فيه منبلش الرقة ومنبلش نحشية ونسكرة طبعا تسكرة المسلس معروفة انه هي للشعيبيات هايدي تسكرة فيكن تسكروها بأي شكل بدكن دهاننا الصينية زيت وحطينيهم ورشينيهم بالسمسم هيدا الوقت نحنا منكون مما مدوين الفرن على اعلى درجات الحرارة يعني فرن حامي منفوتها وبيضل ضاوي من فوقه من تحت الفرن هون عنا خلصوه شوفوا لي ما احلى قفيه هون بيجنن وهون دي بسرمين طلع من قلب العجينة يعني وغدرني بس انا دل بحب ولا دي بسرمين ريحته بتفتح النفس البيت كله بتنتلى من ريحة الشعيبيات توصل الريحة عند الجيران بعضوا بيسألونا شو عم تعملوا اكل في ريحة طيبة طالعة من عنكن شوفوا لي هالحشوة ما اجملة وهالعجينة يلي مثل السنج جربوا هالوصفة واعطوني رأيكن الف صحة